اخواني اخواتي السلام عليكم اكيد اليوم كان الاعتقال للزوج خديجة اللي كانت ولدات داخل المنزل واللي هي الان بالسجن عكاش بمدينة الدار البيضاء والحالة النفسية ديالها يرتالها اكيد هاد الزوج بعد مختفع الانظار لما يزيد عن شهر سلطات الامنية الدارك الملكي اللي تم الكشف المكان دياله بضواحل قنيطرة من بعد ما كان يحاول انه يخرج خارج الوطن وهذه بطبيعة الحالة تهربا من العقاب والاكيد ان هاد الزوج اللي غي اعترف بمعطايات اللي يجد خطيرة خصوصا وانه بعد ظهور بعض المعطايات بخصوص هاد صائق موتاكسي اللي يكشف بعض الحقائق اللي هي صادمة بخصوص هاد الزوج هاد الزوج اكيد الزوج اللي كان يهدد خديجة خديجة انسانة اللي بغا تزوج ولدات لكن هاد الزوج اللي كان دائما يضغط عليها يوميا منذ البداية الزوج وهو دائما يضغط عليها ويقول لي بالحرف انها لا تولدي حتى نقول لك انا يعني نعطيك الاذن لكن شاءت الاقدار انها تولد انها يعني بعد حمل طويل وهذا شيء بعد ماء السيدة ما بغاش طيح الولد ما بغاش تدير الاجهاد لانه خافت الله سبحانه وتعالى فالاكيد والمؤكد اخواني اخواتي ان هناك اطراف عندهم صلة بهذا الهادث نبدأ بالجارة كذلك العقوزة اللي هي الان نرها الاعتقال غير باش عرفوا واعترفات بحقاء اقلية صادمة فعلا انهم متورطين فهد شيء كامل كذلك الاخت دياله يعني الاخت ديال هادك الزوج اللي هي متورطة بد ما عرفوه يعني الوقائع ديال يعني طفية ديالجانين وفين داروه وخصنوه وحتى انهم مبلغو سلطات الامنية فهنا كنوقفوه امام واحد القضية اللي كتشكل عصابة يعني الناس كتشكلوا عصابة خاطيرة ولازم انهم يتم الاعتقال ديالهم كاملين وخديجة اللي فعلا اللي كانت تحت ضغوطات فعلا كانت تحت ضغوطات ودكشي اللي اكتبات في المحضر يعني ديالها مشي الخاطرها هي واحد انسانة معروفة كتتخلاء من صغر ديالها وهي كتتخلاء وكتخاف فما بالو كان واحد الزوج اللي معروف انه كتناول مخطيرات دائما كيجي سكران يعني كيعنفها وفايد ضربها بسكين يعني في الكتف ديالها وهي صابرة مع المرة والحلوة وهاتش اللي يخلها انها فعلا يخون اخوتي انها تكتف المحضر بانها هي اللي ولدات وهي اللي قطعة الحبس توري وهي اللي وضعت يعني الجنين في الباليزا ودارته في الماريو كل هاد الاحداث يعني ركتباتهم تحت ضغوطات ركان غصفه ولا فعلا قبل ما يتم الاعتقال ديالها فكيفاش هاد الجريمة غايتم الكشف عليها فلولا الطبيبة ديال المركز الصحي اللي يكشف على خديجة وعرفوا فطن على ان شيئا ما في هاتشي كامل وان خديجة يعني رفعلا راول دات وحاولوا انهم يسولوها يعني في نور جانين قبل ان تنهاروا وتعترف ومتما بيجوا للرجال الامن وتم الاعتقال ديالها وكتبوا المحضر وهذه القصة اخوانا اخوتي فالحقيقة اخوانا اخوتي ان خديجة فعلا كانت تحت تهديدات خطيرة وحتى الام ديالها والاب ديالها اللي كانتهم تحت تهديدات انهم يعني ميسربوش حتيش حاجة بهات الخصوص وتبقى بنتهم يعني راهل الاعتقال حتى يشوف المحكام مشنودات وبالتالي يعني غيخطوا الهوروب يعني الزوج اللي كان يخطط الهوروب خارج الوطن بعدما تم الاعتقال دياله يعني اه هذي يومين بمدينة القناطرة كان يحاول انه يخرج او يهاجر خارج الوطن عن طريق بعض الحرقة وراءكم عارفين اخواني اخواتي يعني اه راهت شي موجود يعني في التراب المغربي فعلى اين الزوج اللي الان نره الاعتقال العجوزة اللي هي كذلك ره الاعتقال فامام اخواني اخواتي هاد الاعترافات التلقائية ديال الزوج وكذلك هاد العجوزة فما علينا الا ان نطالب السلطات الامنية ان المحكمة انها يعني اطلق صراح خديجة لان كنا كنا نتاظروا انه تم اطلقها في هذا الاسبوع في هذا البحر هذا الاسبوع لكن تم تأجيل في انتظار احالتهم امام قاضي التحقيق اللي غايت تموها المواجهة بينتهم فصراحة هاد شي ما وقع الخديجة وربما يقدر يوقع يعني شي وحدة اخرى قصوا ان الاجواج يعني هاد البحادة المشاكلة عديدة وحتى ان بعض الزوجات ما كيحولش انهم يعني يكشفوا المستور وفتحوا الازواج لهم بسبب الضحق بسبب الضغوطات وبسبب ضرب وكذلك اهانة لكي يعانيهم من الازواج وهذا شي ما صراحة كنشوفوه اه في البلاد المغرب الحبيب لكن هاد المرة هاد الزوج اللي كان الغرض دياله من الزواج من خديجة انه يعني يدير كخدامة يعني عاملة المنزل يعني تخدم على امه يعني تعجين طبا وما الى ذلك مجموعة الاشياء المنزلية فصراحة هاد شي اللي سمعناه فعلا واتصريحات ديال الام وكذلك الاب ديال خديجة اللي صراحة كانت صادمة فعلا كانت صادمة وحتى ان خديجة كانت خايفة خايفة وخصو انها ما اعترفت الا بعد مرور اسبوع لاسبوعين من الاعتقال ديالها بعدما جعل المحامي عبداللاطي كان حيوم هاد المين بره هاد انسان هاد المحامي اللي كانت تتمنى من الله يزوجه انه يزيد يعني يدلي بعض الحقائق بشيء اذلة لانه عنده ما يفيد وهاد الاستاذ معروف بالحنكة دياله وكانت تمنى ان خديجة تاخد الحق ديالها وهاد الزوج اللي منه المنتظر انه كانت تتمنى واحد العقوبة كبيرة 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 بالذات لانه يحاول انه يتلعب او يحاول انه يتستر على الجريمة يلفق على واحد انسانة وهذا امر خطير وخطير جدا اخواني اخواتي فالى حدود هذه الساعة فنكتفي بها القدر في انتظار ما هو جديد ما تبخلتنا باللايكات ديالكم كذلك البرتاج دمتم في رعايت الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة